طبعا اول فترة بتمرق لعيد الهالوين بالشابتر الجديد وطبعا حاليا هلا فورتنايت عم تشتغل على حالة اكتر واكتر مش هتنزل اسكينات اكتر وتنزل اشياء جديدة بالنسبة لفورتنايت للهالوين الجديد. طبعا الهالوين كلاتنا بنعرف في فورتنايت بيكون عيد الهالوين كله في تغييرات في زومبي بالنسبة للشابتر الاول كان في زومبي كان في تغيارة كتير بالنسبة للعبة لعيد الهالوين. عيد الهالوين هو بيكون احلى فترة هو الكريسماس بالنسبة لفورت منشوف فيها تغييرات كتير ومنشوف فيها اسلحة جديدة واسكنات كتير بشكل خرافي. طبعا بادا المقطع لححكيكو عالاسكنات المقترح نزوله وبعض اللي حصلت لللاعبين والتحديث القادم والتحديثات اللي قادمة لبيعبة فورتنات وابرز الاشياء اللي حتصير بهذا الاسبوع. فعلا والله مسكنا الطابة الارضية وفيديو جديد. قل ما بلشت مقطع طبعا بتمنى ازا انت اول مرة تشاهد فيديو عالقناة يا رجل تشارك فعل زر الجرس تكبس لايك وتحط كومنت حلو برأيك لانه رأيك بيهمني جدا. يا رجل تنشر هذا المقطع بين اصدقائك اللي بيهتموا بمحتوى فورتنات. وكود دعم بلقيتم شو بني وانسالة. وحب تدعمني في يا رجل. وانا عامل على عشرين دولار بشرح تحديات الاسبوعية. فشيك عالقناة شوف التحديات الاسبوعية وشوف مشان تشارك فيه. بالنسبة لعيد الهلاوين يا شباب. عيد الهلاوين كل فترة بيجي اللي هو بشهر اكتوبر اللي احنا حاليا فيه. بشهر عشرة. من كل سنة بيجي عيد الهلاوين. على حد معلوماتي انا طبعا معلوماتي كتير صغيرة بالنسبة لعيد الهلاوين وشو احداثة وشو بيصير فيها. ولكن بالنسبة لبعلوماتي في فورتنات العيد الهلاوين الحمد الله كبيرة كتير وحضرت كزا هلاوين باللقبة. طيب هلأ شو منشوف لحنا بعيد الهلاوين بالنسبة اكتر التغييرات اللي بنشوفها بالنسبة لهلاوين اللي هو شكل اللوبي شكل اللوبي بتتغير كتير متل مظاهر امامكم بفترة الهلاوين في فورتنات الهلاوين طبعا بيكون فيه تغييرات كتير باللوبي وبيكون فيه جماجم واشباح وزومبي وهالقصة السيت طبعا معروف شو هو الهلاوين بشكل عام هاي اول تغيير اللي احنا بنشوفه باللوبي تاني تغيير بنشوفه اللي هو متل كل سنة ودائما بصير معنا يلي هو السلاح الروكت لانشار سلاح الروكت لانشار تبع الهلوين دائما معروف هو بيقطينا وبيطلع صوت ضحكي كمتل ضحكة شريرة حاول جيب لكم ايها وطلق لكم ايها بالمغضاء هذا الاسلاح يا شباب بكل هلوين بينزل بشكل روكت لانشار على شكل ار بي جي ولكن رأس يعطينا ولون برطوالي ولكن هاي السنة هيكون مختلف اللي احنا دائما منحصته من الزومبي او منحصته من السنة دي ولكن هاي الفترة سيكون مختلف فيها بهذا الشابتر لانه سيكون موجود مع الهانشمين او يكون موجود مع البوتات بشكل عام لانه متل مواضح امامكم الصورة الهانشمين هو سيكون مسؤول عن هذا الشي وفي حركات الهانشمين طبعا اللي سترككم معها وارجع لكم متل ما شفتو حركات الهانشمين شلون لحتكم بالهلوين هيك شهر حركات غريبة لحد اللي امو مفهومة ولحيكون مع سلاح الروكت لانشر اللي هو الاربيجي الهالوين اللي احنا تعودنا عليه طبعا هاي السنة لحنشوف شي جديد لانه طمت اضافة اماكن جديدة بالنسبة للبوس او الرؤساء غير الشابتر الاول طمت اضافة هانشمين طمت اضافة بوتات باللعبة فلحنشوف شي جديد وشي غريب بالنسبة لهذا الشابتر طيب شو الموضوع التاني اللي احنحكي عنه الموضوع التاني اللي هو الاسكنات المقترحة عاليا بها الفترة يا شباب الاسكنات المقترحة كثيرة بلعبة فورتنايت طبعا حاليا الشركة ما حكت عن اي اسكن لحنزل ما حكت اي اسكن موديله حلو او كذا هيك لحنزل باللعبة كل الاسكنات اللي انتو عم تشوفوها بالسيزونات او عم تشوفوها بالفيسبوك بشكل عام حاليا لحتكون مقترحة وقبل كانت مقترحة ونزلت باللعبة يعني مثال مثل هذا الاسكن اللي ظاهر امامكم هذا الاسكن اللي هيكون خرافي جدا اللي هيكون له 6 ستايلات هذا الاسكن اللي انتو بتشوفو تصميمه يعني اللي بيشوفو امام بتعمى بايك شغلات بقول فعلا هاد الشركة بنزلته ولكن هذا الاسكن اللي نزل من عن طريق شخص يلي هو واحد صممه اسمه D3NNI هذا الشخص هو بيسمم اسكنات وبيقتراحها على فورتنايت والدليل على هذا الشي اللي هو الى تويتر طبعا لان تويتر هاد الشخص عنده صفحة على تويتر متل مجزاهر امامكم طبعا تيم سويني اللي هو بيشتغل بشركة ايبك جيمز وقلو تأثير كبير وشركة ورئيس هو بالشركة يعني هاد الشخص اعجب بهذا الاسكن واعجب بهاي التغريدة يلي على تويتر طبعا انا هل رح ترككم مع مقطع صغير بالنسبة للاسكن كيف رح يكون شكله والتغييرات تبعه هاد الشخص كله مقترح يا شباب يعني انتو بتشوفو انا فعليا شفته اول شي سدات انه فعلا معقول شركة ايبك جيمز من هلأ بلشت تنزل شكل الاسكنات ولكن طلع مقترح بعد ما اتعمقت بالموضوع طبعا عنكم كمان اسكن سكيلاتون هاد الزائر امامكم كمان مقترح من احد المصممين وفي اسكنات كتير مقترحة ولكن محبت اعرضها كلها ومثل مظهر امامكم هادول الصور اللي عم تروح وتجي هادول الصور نزل معنا بالايتم شوب وهادول الصور كلها موجود امامها او عفوا خلفها موجود الزومبي اللي هاد الشي دليه على تلميح للهالوين وبلشنا لحنا ننزل اسكنات الهالوين يعني كشركة فورتنايت بشكل عام فهذا الشي يا شباب بدل على انه خلص الفترة القادمة نحنزل اسكنات جديدة وانا من عندي بنصحك نصيحة انك ما تشتري اي اسكن حاليا لو عجبك بالايتم شوب بس كان قديم لا تشتريه غير لتسمى فترة الهالوين لانه فترة الهالوين يا شباب لح ينزل فيها سكنات كتير وفي غليتش كمان ظهر معنا اللي هو الاحد لاعبين فورتنايت نزله على تويتر اللي هو عندو سكن الزومبي اللي هو بنت الزومبي المعروف عالميا عندنا باسم بنت الزومبي هذا اللي سكن يا شباب نزل بفترة الهالوين الماضي اللي هو نزل بـ سكن وما후 ستايلين ستايل اخضر وستايل اخضر فاتح تقريبا وشعره ابيض حالي هد الدخول هو شريد من فترةkrón طبعا لعبين ciao حني ربح مزايرا ولكن حاليا اشت hydration خلاحين لفترة لعبين vegetation مولادا اخدوا ستايل اخرى ولم يأخذوا الستايل بنفسي ولكن هذا الشخص الذي شارع الستايل او سكن تاني هو ما من اللاعبين الو جي هذا كان لعبي جديد عن اللعبين بالنسبة لفورتنات حصل عنده جليتش باللوكر انه عندما دخل عن اللوكر فعن الاسكن عنده موجود في الوكر ولكن موجود عليه قفل عندما طلع من اللعبة ودخل فاعه موجود منه هذا الشي عبارة عن جليتش، ولكن هذا اللي يضيف عليه نحن كلاعبين او كناسب تعرف بموضوع فورتنات والملفات والغليتشات هذا الجلتش بيصير ما بيصير غير لما يكون الملف ناسي على ملفات اللعبة ويكون فعلا هذا الشي مربوط باللسكن القديم فهل ممكن لحنا نشوف سكين بنت الزومبي البنك القديم تبع لعبين القدماء الأوجي ونشوف السكيلاتون بنفسش تبع لعبين القدماء كمان موجود بالأيتم شوب لحدا لا ما حدا بيعرف لأنه شركة فورتنايت كل فترة بتنزل سكينات أو جي من بيناتهم طبعا انجولة البيضة اللي نزلت من فترة كبيرة والناس كلها تزعلت انه هذا السكين تبع لعبين الأوجي القدماء ليش نزلتوه على الايتم شوب ولكن هو سكين ايتم شوب وليس سيزن شوب لأنه السيزن شوب القديم كان لللاعبين فقط اللي بيقفل البتل باس ولكن ايتم شوب اي حدا بيقدر فيشتريه فأنتوا توقعوا انه سكيتون بنفسشي لحينزل على الايتم شوب وبنت الزومبي لحينزل على الايتم شوب لأنه كانوا موجودين بالايتم شوب طبعا هاي كلها توقعات وبعض الملفات واللي جلتشة واخر موضوع بدنا نحكي عنه اللي هو موضوع التحديثة طبعا من التحديثات كلها تنا نعرف فورتنايت بتنزل تحديثات بشكل منتظم حاليا بملفات اللعبة معنا تحديثات الاسبوع السابع جاهزين معنا ومعنا بملفات اللعبة ولكن فيه تحديثات شديدة قادمة للاعبة فورتنايت متل مزارة ممكن الصورة المطورين عم مشتغلوا على تحديث 14.50 ولسه في عنا تحديثين اللي هو 14.30 و14.40 كمان عم مشتغلوا عليهم باستمرار طبعا سيرفرات المطورين تمت اضافة عليها سيرفر 14.50 واللي نضافوا اكتر معنا وتجربوا كذا مرة وصاروا جاهزين للتنزيل اللي هنا 14.30 و14.40 يعني فيه تحديثين نازلين ولحد هلأ ما نزلونا ياهن اللعبة فالمتوقع لحنا نشوف تحديثين من هون لفترة الهلوين فخليك جاهز وريدي و التحديث ما بيكون غير يوم الأربع يعني قبل تحديات لاسبوعية لانو لحنا معنا التحديات لاسبوعي للأسبوع السابع فالمتوقع انه لحن ننزل تحديات الاسبوع السابع وبعد منها ينزل التحديثات اللي هي خاصة بتحديات لأسبوع التامن والتاسع والعاشر لانو ما بيصير تحديث ينزل وما بيكون في معنى تحدياد بالملفات بتمنى تكونوا عرفتم sandy فعلا معشان تعرفوا التحديثات كيف عن تجي علي فورتنايت هذا كل شي بالنسبة الهالوين هذا هو الهلوين يا شباب وكل شي اضافات اللي حيتم معنا باللعبة لح تنزل سكينات خرافية جدا لح تنزل اشياء واضافات حلوة كتير ممكن نشوف استيحة جديدة ممكن نشوف بيكاكس شغلات جديدة في فترة الهلوين بتكون حلوة جدا بفورتنات لانه بينزل اضافات وبينزل شغلات فانا بتمنى منكم تكونوا استفدتوا عاشبكم هذا المقطع كودنا عم بالقاة تمشوا بنيمات ساعة لو حابين تشاركوا بكل جيفوية عم بينزل عم نزل جيفوية بتحديات الاسبوعية على عشرين دولار او عشرة دولار حسب شو الموجود يعني شو الوضع بيكون فاشوفوا شريكوا تحديات الاسبوعية لو حابين تشاركوا بالجيفوية فشكرا لكم يا شباب وبرعاية الله اشتركوا في القناة